بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أن من التلفزيون المصري القناة الأولى بتشرف إن يكون موجود مع حضراتكم كل أسبوع في يحكى أن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة وسائل التواصل الاجتماعي وغير الاجتماعي موجودة ومتوفرة وبتتعرض على مدار الحلقة أكتر من مرة سواء كانت وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي زي الفيسبوك والإنستجرام وما إلى ذلك أو وسائل التواصل الأخرى زي اليوتيوب حساب القناة الأولى برنامج يحكى أن تقدروا ترجعوا لوسائل التواصل دي في أي وقت علشان تتفرجوا على محتوى حلقتنا السابقة ممكن كمان تدوروا على موضوع بعينه يعني تكتبوا اسم الموضوع وبعدين سلاش كده أو شرطة يحكى أن دكتور محمد رفعت وإن شاء الله غالبا هنكون غطنا لإن إحنا قدمنا مع حضراتكم عدد كبير جدا جدا من الموضوعات ممكن برضو عن طريق وسائل التواصل تبعث لنا أسئلة تكونوا عايزين تعرفوا إجابتها وإحنا كل فترة بنختار عدد من هذه الأسئلة وبنعمل حلقات كاملة مخصصة لأسئلة حضراتكم طبعا بنختار الأسئلة دي بشكل عشوائي ولكن بنحرص على أن الأسئلة تكون بتغطي موضوعات كتيرة جدا جدا سواء تخص قطاع عريض من الأطفال أو الكبار يعني أو أن هي تكون موضوعات جديدة ما تكلمناش فيها قبل كده والنهاردة حلقة من الحلقات دي النهاردة حلقة أسئلة هنبدأ على طول مع حضراتكم بأول سؤال معنا النهاردة وهو سؤال سولي محمود سولي محمود بتقول السلام عليكم بعد إذنك يا دكتور لو سمحت سؤال بنتي عندها خمس سنين وبلاقي في شعرها شعر أبيض طبعا ته موضوع حلو وما تكلمناش فيه قبل كده ممكن أعرف إيه أسبابه بتأول سؤاله وهل ده طبيعي يحصل عند الأطفال وهل ممكن فيه أي أدوية تمنع ظهوره أو أي علاج يتقل الشعر لأن فروة شعرها بينة جدا شكرا لحضرتك طيب هنجاوب على الأستاذة سولي محمود وكل الناس اللي عندهم أطفال سواء في السن ده أو أكبر شوية يعانوا من هذا الأمر وهو وجود الشعر الأبيض أو ضعف الشعر طيب طبعا وجود الشعر الأبيض عند الأطفال أو حتى الكبار الكبار اللي في العشرينات أو التلاتينات أمر غير طبيعي يبقى ده أو الإجابة يعني الإجابة دي الأول سؤال ده طبيعي لا لا طبعا ده مش طبيعي لكن مع تقدم العمر بتتوقف خلايا الشعر ما الشعر ده مليان خلايا زي أي عضو في الجسم بتتوقف خلايا الشعر عن تكوين وتصنيع مادة اسمها الميلانين والعمر اللي بيتحول فيه الشعر من اللون الأسود إلى اللون الرمادي أو الأبيض اللي بيحدد العمر ده هو جينات الجسم لأن الجينات هي اللي بتتحكم في مخزون صبغة الميلانين وبعد كده مش بس تتحكم في المخزون في إنتاجه كمان بعد كده في خلايا خاصة اسمها الميلانوسايتس يعني المادة اللي بتدي للجلد والشعر اللونهم المحدد اسمها الميلانين الخلايا بقى اللي بتصنع الميلانين دي اسمها ميلانوسايتس طيب نرجع للسؤال ونجاوب بشكل محدد مفيش أدوية تمنع ظهور الشعر الأبيض ده برضو كان الجزء التاني من السؤال هل في أدوية تمنع الظهور ده لا مفيش أدوية تمنع ظهور الشعر الأبيض لا عند الأطفال ولا عند الكبار أما بالنسبة لشكل الشعر اللي نها بتقول شعرها خفيف وعايزة حاجة تتقل الشعر شكل الشعر سواء تقيل أو خفيف أو ناعم أو مجعد برضو اللي بيتحكم فيه الشفرة الوراثية للجسم لكن في عوامل طبعا بتحافظ على الشعر هنقولها بعد شوية لكن لما نخلص الأجوبة المحددة لصحبة السؤال يبقى احنا كده جاوبنا على أول سؤال كان عندها وهو أن ظهور الشعر الأبيض عند بنتها أو عند الأطفال طبيعي ولا لا وقلنا أنه مش طبيعي وقلنا كمان أن ما فيش أدوية تمنع ظهور الشعر الأبيض هنقول بقى العوامل اللي تخلي الشعر الصحي صحي يعني صحي مش تقيل مش تقيل لأنه زي ما اتفقنا تقيل أو لا لا ده حاجة تخضع للجينات إنما في عوامل تخلي الشعر صحي ودي هنقولها أما آخر جزء في السؤال فهو يعني هنرجع للجزئية دي في سؤال الأستاذة سولي محمود وحضراتكم برضو تعرفوا إيه الحاجات اللي بتخلي الشعر صحي هنرجع لده دلوقتي لكن نخلص بس السؤال بتاعها وهو بتقول في جزء في سؤال بتقول إن فروة شعر البنت بينة أو واضحة فروة الراس وطبعا ده الحقيقة ملوش علاقة بقى بلون الشعر لكن له علاقة بإيه بوجود الشعر في المكان ده أو لأ وطالما فروة الراس بينة بشكل واضح كده فده معناه إن المنطقة دي فيها الشعر مش موجود بالمعدل المطلوب والدليل على كده إن احنا شايفين فروة الراس في الجزء ده وده أكيد يتطلب المشورة الطبية آه ما نسيبش الموضوع ما نقولش لا دي هتملل وحدها زي بعض الأمات يقولوا كده يقولوا الحتة دي فضية كده لا هتملل وحدها لا طالما لاحزنا وجود منطقة كده خالية من الشعر خالية يعني إيه يعني فيها شعر بس إحنا شايفين فروة الراس يبقى ده أمر يتطلب المشورة الطبية فأني تخصص في تخصص طب الأمراض الجلدية خلاص كده إجابة السؤال خلصت إجابة السؤال اللي احنا عرضنا على حضراتكم لكن في معلومات تانية عن نفس الموضوع مهمة قوي إن حضراتكم تكونوا عارفينها أنا عايز أقولها لحضراتكم علشان لو حد برضو عنده أسئلة في هذا الشأن بقى موضوع الشعر ولون الشعر الأبيض وما إلى ذلك وإزاي إن الشعر يكون صحي أو الناس اللي عندها شعر بيقع ممكن أطفال شعرون بيقع وأحيانا ده بيحصل بشكل واضح قوي في المراهقين كمان تمام؟ سواء الولاد أو البنات ولو إن في البنات أكتر وموضوع بيبقى له علاقة بالسترس وبالعصبية وأحيانا في أوقات الامتحانات وأحيانا كتير قوي بسوق التغذية طيب يبقى فيه ضرورة إن احنا نعرف إيه اللي يخلي الشعر ده في حالة صحية تمام؟ طيب لما آسف لما بنتكلم عن الشعر الأبيض فإحنا مهمة قوي إن احنا نبقى متفقين إن احنا مش بنتكلم عن شعيرات بيضة لأن طبيعي إن كلنا طبيعي إن كلنا يبقى عندنا شعر أبيض كده متناثر يعني أطفال ومراهقين وشباب وبنات ورجال وسيدات مش ده اللي احنا نقصده مش ده الحالة اللي بنتكلم عنها دلوقتي أو الحالة المقلقة آه يعني فيه ناس كده توقفوا ده من المراهقين يقولوا الله فيه شعراية بيضة كده آه تطبيعي شعراية كده طبيعي لكن إحنا بنتكلم عن إيه بقى دلوقتي بنتكلم عن وجود مجموعة أو مجموعات من الشعر الأبيض يعني بنسميها إحنا بنش يعني إيه مجموعة يعني فيه كتلة كده من الشعر الأبيض كلها شعر أبيض كلها شعر أبيض كتلة أو أكتر أو أكتر سواء كانت مجموعة زي ما بقول أو أكتر من مجموعة في الرأس تمام زي ما قلنا ان اللي بيحدد لون الشعر هو صبغة موجودة في الجسم اسمها الميلانين المسؤول عن افراز الميلانين ده خلايا خاصة في الجزء الاوسط في الغدة النخامية في المخ اللي هي اسمها الغدة الايه؟ الغدة المايسترو لان هي بتتحكم في افرازات معظم هرمونات الجسم الغدة النخامية دي زي ما بتتحكم في افراز هرمونات كتيرة جدا بتفرز هرمون بيحفز الخلايا الصبغية خلاص اللي هي الميلانوسايتس عشان تكوين الميلانين واصل المسألة بقى يعني اللي بيتصنع بقى ازاي حدوث عملية اكسادة لحمدة اميني موجود في الجسم من الاحماض الامينية اسمه تايروسين بعد ما بيحصل له اكسادة بيحصل بعدها عملية في الجسم برضو اسمها بالمرة او بالانجليش يعني او باللغة الانجليزية او باللغة الطبية حاجة اسمها بولي مرايزيشن بعد البولي مرايزيشن دي بتنتج بعدها مادة الميلانين والمسؤولة عن لون الجلد والشعر والعين الميلانين ده هو اللي بيتحكم في لون الجلد والشعر ولون العين لون النني بتاع العين تمام عشان كده بنلاقي حد عيني خضرة ناس جلدها مائل الى انهم يكونوا صمر شوية او بيض او اللون الامحي وهكذا وكذلك في الشعر بنلاقي الشعر الاسود والشعر البني انا بتكلم على الاحوال الطبيعية اللي هي من غير سبغات ومن غير اي حاجة على فكرة فيه معلومة مهمة اوي عايز حضراتكم تبقى عارفانة معلومة مهمة اوي كل الناس عندهم نفس العدد من خلايا الميلانوسايتس كلنا عندنا نفس العدد من الخلايا اللي هي بتصنع فيها الميلاتينين الميلانين قصدي اللي بتصنع فيها مادة الميلانين اللي هي بتدي لون الجلد والشعر والعين زي ما قلنا طيب الكمية بقى اللي بتنتج من الميلانين بتختلف من جسم انسان لانسان اخر حسب خرطه الوراثية يعني حسب الجينات يبقى الجينات هنا هي اللي بتتحكم في الكمية اللي بتطلع يعني مثلا لو افترضنا ان احنا عندنا كلنا مثلا ده مثل دخيولي يعني عندنا ميت خلايا كلنا عندنا الميت خلايا لكن في حد عنده الميت خلايا دول وظيفيا تسعة وتسعين شغالين في حد تاني عنده 30 بس في حد عنده 45 تمام؟ الجينات بقى هي اللي بتحدد عدد الخلايا اللي بتفرز الميلانين وده بنتكلم من الناحية الوظيفية الميلانين ده مادة الميلانين ده مادة مهمة مش بس بتدينا لون مادة الميلانين دي حاجة من معجزات ربنا سبحانه وتعالى لأن الميلانين بيحمي الجلد من أخطار الأشعة فوق البنفسجية وبالتالي الميلانين وجوده يعني بيقلل خطر الإصابة بسرطان الجلد الله معنى كده إيه الناس اللي عندهم ميلانين ده كتير فرص إصابتهم بسرطان الجلد يعني ربنا يعافي الجميع بتكون أقل أقل من الناس اللي ما عندهمش اللي هما بيبقوا ميلين للون الأبيض قوي تمام؟ يعني كل ما البشرة اسمرت بشكل طبيعي مش مش إحنا اللي بنصمرها بشكل طبيعي كل ما البشرة دي كان عندها وسائل حماية أو وقاية ضد أنواع من سرطانات الجلد كلنا عندنا الميلانين زي ما قلنا بنسب متفاوت طيب نيجي بالجزية اللي قلت لحضراتكم هقولها لكم بعد شوي إيه هي العوامل اللي تحافظ على صحة الشعر ده بشكل عام بقى عند الكبار والأطفال كبار السن والشباب والمراهقين والمراهقة إيه اللي يخلي الشعر في حالة صحية ولما الشعر يبقى في حالة صحية ده بالتالي هينعكس على إيه على عدم وجود حاجة أو أكتر من العوامل اللي بتساعد على ظهور الشعر الأبيض بسرعة الله يعني إحنا شعرنا لما يبقى في حالة صحية الشعر ما يبيضش بسرعة اللي جاء بقى هقول لكم حاجة مثل دارج كده مش مثل يعني قصدي حالة دارجة نبص نلاقي كده نقول إيه نبص نلاقي حد اتعرض مثلا لموقف في حياته أو فترة في حياته كانت صعبة تمام فنلاقي شكله كده تغير انعكس على وجهه نلاقي شعره بيض فيقولوا إيه ده ده فلان ده ده بسرعة كده شعره بنع ليه العجز فاهمين قصدي أحيانا ده بيكون بسبب الاسترس وأحيانا أكتر بقى اللي يزأثر على الحكاية دي أكتر نقص عوامل محددة أول هذه العوامل يعني وجود بقى العوامل دي بالعكس وجود العوامل دي يخلي الشعر في حالة صحية ممتازة إيه هي العوامل دي يلا بقى كلكم ركزوا وطبقوا بقى اللي أنا بقول أول عامل يخلي الشعر في حالة صحية ممتازة هو فيتامين بيه 12 يعني نقص فيتامين بيه 12 يفقد الشعر جزء كبير من صحته تمام؟ فيتامين بيه 12 ده موجود فين؟ موجود في الكبدة والقلب والكلاوي واللحمة والفراخ والسمك والحليب اللي هو اللبن اللبن الحليب ومشتقاته والبيض حمض الفوليك أو الفوليك أسد بيساعد على امتصاص فيتامين بيه 12 طيب إيه اللي يمنع امتصاصه بقى؟ يعني إحنا هو بنكله بنكل اللي أنت قلت وهو بس ممكن بعد الشر امتصاصه في الجسم ما يحصلش ليه؟ لو الشخص ده بياخد مضادات حموضة كتير مضادات الحموضة بتاعة الحموة دي خلاص؟ أو ملينات أو أدوية التشنجات أو الكحول أو بعض أنواع أقراس منع الحمل تاني عامل يقوي الشعر هو الزنك وبخلاف طبعا أهمية الزنك الفائقة لجهاز المناعة فالزنك ده مهم برضو قوي أنه يخلي الشعر في حالة صحية ممتازة الزنك موجود في إيه؟ في الأغزية بتاعتنا موجود في اللحوم الحمراء غير المصنعة والبقوليات كلها والمكسرات ومن بينها الفول السوداني والبيض والشوكولاتة الداكنة والحليب ومشتقاته وحاجات بقى تانية كتير قوي التوم والطمر اللي هو البلح والرمان والعسل السود والأفوكادو والكيوي والجوافة والسمسم والبطاطا والفاصولية الخضرة والحبهان والزعتر والكمون والكراوية والينسون والجنزبيل شوفوا كام حاجة بقى بسخلوا بالكم الشاي والقهوة من أكتر الحاجات اللي تمنع امتصاص الزنك في الجسم وكمان بعض مدرات البول وبعض العلاجات الهرمونية طيب في عوامل تانية تساعد برضو على وجود الشعر في حالة صحية غير فيتامين بي 12 والزنك اه في لسه عوامل تانية بس هنطلع دلوقتي الفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع حضراتكم يحكى أن مازال متواصل خليكم معنا اهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية في الجزء التاني من حلقة النهاردة من يحكى أن واللي خصصناها للإجابة على أسئلة حضراتكم وبدأنا الأسئلة بسؤال سولي محمود وكانت بتسأل على الشعر الأبيض عند بنتها اللي عندها خمس سنين وشرحنا للأستاذة سولي ولكل المشاهدين الكرام الشعر الأبيض ده بيطلع ازاي وقلنا أنه ما فيش أدوية بتمنعه وقلنا أنه هو طبعا ده حاجة غير طبيعية وكنا وصلنا إلى العوامل التي تساعد على بقاء الشعر في حالة صحية ممتازة وده بيساعد على تقليل سرعة تحول الشعر من اللون الأسود إلى اللون الأبيض أو الرمادي وقلنا قبل ما نطلع الفاص طبعا كل اللي أنا قلته ده وغيره هتلاقوه على وسائل التواصل لو حابين ترجعوا للحلقة في أي وقت أنتوا عايزينه وقلنا قبل الفاصل إيه بقى العوامل اللي بتخلي الشعر في حالة صحية وبدأنا بفيتامين به 12 وقلنا مصادره وقلنا مصادره الغذائية وقلنا إيه اللي يمنع امتصاصه في الجسم عشان نخلي بالنا منه وتاني عامل كان الزينك قلنا برضو مصادره الغذائية كتيرة جدا جدا وقلنا برضو إيه اللي يمنع امتصاصه وقفلنا مع حضراتكم الجزء ده بقولنا إني لسه فيه عوامل تانية هي اللي أنا هقولها دلوقتي تالت العوامل اللي تساعد على تقوية صحة الشعر هو معدن النحاس ناس كتير قوة ممكن تستغرب تقول النحاس اللي هم بيعملوا منه مشغولات أدوية ده النحاس ده موجود في أغذية مهمة جدا تمام والنحاس ده ليمكن تتخيلوا أهميته في حاجات كتيرة قوي مش بس في الشعر ده في الشعر وللقلب والحاجات كتيرة طيب النحاس موجود فين من المأكلات الغذائية أو الأغذية بتاعتنا موجود في المأكلات البحرية النحاس عنصر النحاس موجود في الكبدة موجود في الكلاوي موجود في الطحال موجود في المكسرات ومن ضمنها الفول السوداني وموجود في الحبوب الكاملة وموجود في الخوخ تمام طيب رابع عامل يقوي الشعر هو حمض الفوليك يبقى قولنا فيتامين به 12 الزينك النحاس رابع حاجة الفوليك حمض الفوليك وطبعا كل الناس اللي مروا بتجربة الحمل والولادة سمعوا أثناء متابعة الحمل عن أهمية حمض الفوليك لأنه الفوليك أسد ده أو حامض الفوليك ده طبعا هو أحد فيتامينات به المركب وده مهم جدا جدا في تكوين الجهاز العصبي والنخاع الشوكي عند الجنين دي مهمة جدا الحمض الفوليك ده عشان كده أحيانا في الحمل نظرا لخطورته يعني الاحتياج الخطير له والزائد له ما بنكتفيش بس بالأغذية لكن بيتم وصفة أقراص دوائية من حمض الفوليك للزوجة الحامل في فترة معينة من فترات الحمل طيب إنما هو حمض الفوليك مهم كمان للشعر الله مهم آه طب ناخده بقى أدوية طب ما قبل الأدوية ما نشوف موجود إيه في الأكل بتاعنا لأن اللي موجود في الأكل ده أضعاف اللي موجود في الأدوية وأأمن لأنه في الجسم بيتعامل معها عادي إنما الدوى ها الجسم بيتعامل معها لأنه دوى في الآخر حتى لو فيتامين حمض الفوليك موجود في إيه بقى؟ موجود في الخميرة تمام؟ موجود في الكبدة موجود في الخضروات اللي ورقها أخضر اللي فيها كالسيوم زي إيه اللي ورقها أخضر؟ زي البروكلي والسبانخ والكرومب والجرجير والليفت حاجات كتيرة قوي موجود كمان في البقول ليه زي العتس والفول وهكذا واللوبيا وكده وموجود في الشفان وموجود في المكسرات طيب العامل الخامس اللي يخلي الشعر في حالة صحية ممتازة هو وجود فيتامين دال فيتامين دال في ناس كتير قوي فاكرة يقول ايه اه قعد بقى في الشمس عشان فيتامين دال لا ما هو فيتامين دال ده الشمس بتحوله اللي موجود في الجسم أصلا بتحول فيتامين دال اللي موجود في الجسم من الصورة الغير نشيطة إلى الصورة النشيطة بس لازم يكون موجود انتو فاهمين قصدي؟ لعنى لازم أصلا يكون موجود الشمس بقى بتساعد على يعني أشعة الشمس دي مفاش فيتامين ولا حاجة لكن هي بتحول فيتامين دال من الصورة الغير نشيطة إلى الصورة النشيطة وطبعا فيتامين دال له أهمية كبيرة جدا جدا يعني أبسط هذه الأهمية انه هو اللي بيخلي الجسم يمتص الكالسيوم اتخيلوا الكالسيوم ببطع العظم والسنان والحاجات دي كلها إنما فيتامين ديال دا موجود برضو في أغزايا بقى عشان يبقى في جسمنا مخزون منه وما نعودش ندور على الأدوية اللي بيتاخد بقى مرة كل يوم ولا بيتاخد كابسولة واحدة في الأسبوع طب ما احنا نراعي برضو ونهتم بالأكل اللي فيه فيتامين دا زي إيه؟ زي الأسماك وخاصة أسماك المكرال والسلمون والسردين والرنجة والتونة والجنباري يعني موجود في معظم الأسماك فيتامين دا كمان موجود في اللبن الحليب وموجود في صفار البيض تمام كده؟ العامل السادس اللي يقوي شعرنا هو تقليل الضغط العصبي فاكرين بقى المثل اللي لسه كنتم بقوله لكم كل ما الضغط العصبي دا زاد كل ما أول حاجة بتتضرب كده زي ما احنا بنقول في الطب أو أول حاجة بتتأثر الشعر الشعر والبشرة طبعا دا غير الأعصاب يعني والحاجات دي كلها بس أنا بقول لكم من الناحية الفيزيكال يعني أو الناحية المادية أول حاجة تتأثر الشعر والبشرة يبقى نقلل الضغوط طبعا احنا مش عايشين في مجتمع وهمي ولا حاجة بس كلنا عندنا مشاكل بس أنا بقول إيه؟ ننطقي الحاجات اللي اللي بقى بنتعصب عليه مش بنتعصب عمال على بطال يعني على أي حاجة زي ما بيقولوا كده فيه ناس خلقها دايق كده لا اللي خلقهم دايق دول ربنا معاهم ربنا يعفيهم لأن جسمهم بيعاني معاناش قديدة جدا ها؟ طبعا من الحاجات برضو اللي بتضعف الشعر يبقى طبعا عدم وجود الضغط العصبي ينعكس إيجابيا على الشعر طب إيه برضو من العوامل اللي تضعف الشعر قوي؟ وبالتالي عدم وجودها العكس بقى يخلي الشعر قوي التدخين التدخين على فكرة بيضعف الشعر جدا جدا والمفاجأ بقى أن التدخين بيساعد على ظهور الشعر الأبيض بسرعة طيب إيه تاني كمان بيخلي الشعر الأبيض يظهر بسرعة بخلاف نقص بقى العوامل اللي قلناها دي أو وجود الضغط العصبي والتدخين وكده تكرار الصبغات الناس اللي بيزبغوا شعرهم والسيدات أو الرجال أنا طبعا معظم اللي بيعملوا حكاة دي بيكونوا سيدات أكتر يعني السيدات اللي بيزبغوا شعرهم كتير هيكونوا عارفين اللي أنا بقوله ده كويس قوي تكرار صبغ الشعر بالصبغات أيا كان نوعها فيها أمونيا ما فيهاش أمونيا الصبغة في حد ذاتها بتخلي الشعر الأبيض معدل ظهوره سريع جدا تمام كده؟ من الحاجات برضو اللي تدعي في الشعر قوي وتخلي الشعر يبقى عنده ميل إنه هو يتحاول إلى اللون الأبيض المكوى الكتير يعني إن الشعر لما يكوي كتير ووسائل فرد الشعر كريمات والحاجات دي كلها والسشوار ده برضو من الحاجات اللي بتنعكس سلبا كترها طبعا أنا مش بتكلم على إن احنا باستخدمها شي خالب كترها يخلي الشعر بيض بسرعة تمام؟ وبردو من الحاجات اللي لحظوا طبيا يعني إنها بتسرع معدل ظهور الشعر الأبيض الناس اللي بتتعرض بشكل مستمر لأشعة الشمس يعني طبعا الشمس مهمة وكل حاجة بس قصدي إيه؟ أشعة الشمس هنا تضرى طبعا خلاص؟ الشمس اللي بيعودوا فيها كتير يعني فيه ناس كده يعودوا فترة طويلة في الشمس فاكرين لما كنتم بحكي لكم على الولاد والبنات اللي ياخدوا أجازة من المدرسة تبص لهم في الشارع كده طول اليوم تمام؟ طبعا ده غلط خلاص؟ الشمس من ضمن العوامل اللي هي بتحافظ على قوت الشعر وبقاء لونها بشكل طبيعي ولكن زيادتها بتنعكس سلبا على حالة الشعر أو زيادة التعرض بتنعكس سلبا على حالة الشعر زي ما قلنا ده كان أنا آسف أنا عندي يعني نزلة كده صعبة شوية فهتلقوني وأنا بتكلم بقطع شوية ده كان أول سؤال معنا في حلقة النهاردة ناخد سؤال تاني السؤال التاني يعني لم يذكر الاسم الدكتور سلام عليكم من فضل حضرتك ابني عنده شهرين وعشر تيام ألف حمد الله على السلام لاحظت إن شكل ودانه لتنين شكل الودان لتنين وحجمهم فيه اختلاف ملحوظ وقريت على النت إن غضروف الودن بيكون لسه طري وممكن الدكتور يعمل إجراء بسيط ويفرق مع الولد من فضلك محتاجة رأي حضرتك وأتوجه لطبيب إيه تخصص مش عايزة أتأخر في حاجة يعني تخصص إيه من اللي إني مش عايزة أتأخر في حاجة ممكن تأثر على نفسية الولد وثقته بنفسه بأي شكل أكون شكرة لحضرتك لو أخدت من وقتك وجاوبتني لأ ده أنت يعني نورتينه وسؤالك جميل وألف سلامة ألف الحمد لله على سلامتك أنت شخصيا وألف الحمد لله على سلامة ابنك والأمر بسيط إن شاء الله هتسمعي دلوقتي تشوهات الأذن في الأطفال حديثي الولادة لو في أول شهور يعني بعض هذه التشوهات بتكون بسيط وبعضها بيكون شديد يعني تشوهات ما هي أنا آسف على الترجمة يعني يعني هي بنسميها إحنا مال فورميشن هي في الطب اسمها مال فورميشن ودي أزمة الترجمة بقى في اللغة العربية في المصطلحات الطبية لأن مال فورميشن دي ترجمتها تشوه فرهمين قصدي إنما فيه ناس ممكن تاخد الكلمة عاوزوا بالله يتشوه إيه بس هو أي حاجة شكلها غير طبيعي عندنا في الطب اسمها مال فورميشن فيبقى اسمها تشوه بالعربية تمام فزي ما بقول لكم التشوهات بتاعة الأذن في الأطفال حديثي الولادة بعضها بيكون بسيط وبعضها بيكون صعب بيكون شديد بعض التشوهات دي بتكون خارجية يعني في الأذن كده من برة وبعضها يؤثر في تركيب الأذن من الداخل وده ممكن يؤدي لمشكلات في السمع طيب بخلاف المشكلات الجمالية يعني يعني أن فيه فيه مشكلات بقى جمالية اللي هي إيه يعني أن الودن طبيعي وكل حاجة بس فيها مشكلة جمالية يعني إيه يعني مثلا فيه من المشكلات الجمالية بعد شكل الأذن عن الشكل الطبيعي تمام زي ما لسه بنقول يعني ما فيش حاجة وظيفية وحشة ولا حاجة لكن فيها جماليا فيها مشكلة يبقى احنا اتفقنا انه التشوه ده ممكن يبقى بسيط او لقدر الله يأثر في الودن وممكن يبقى شديد وفي كل الاحوال هو جماليا فيه مشكلة تمام طيب ايه الاسباب يعني قبل ما نتكلم نعمل ايه و ايه الانواع طيب ما لازم نعرف ايه الاسباب الحقيقة ان اسباب تشوهات الاذن متعددة منها مثلا مثلا لانا بقوله ده امثلة حدوث خلل جيني خلال تكوين الاذن في الجنين داخل الرحم خلل جيني احنا ملناش دعوه بيه ملناش زنب بيه فيها طيب ايه تاني من الاسباب اللي تخلي يحصل تشوه في شكل الاذن او يبقى شكلها مش طبيعي سواء زي ما اتفقنا بقى من ناحية الجمالية او من ناحية الوظيفية من الاسباب برضو تناول بعض الادوية الضرة خلال الحمل عشان كده برجع انا وغيري نكرر لحضراتكم النداء اي زوجة حامل واي زوج زوجته حامل واي اسرة فيها زوجة حامل نبهوا الزوجة الحامل دي انها متاخدش اي دوة من غير ما ترجع لطبيب او طبيبة امراض النساء والولادة اللي بيتابعوها لان فيه ادوية تبدو انها بسيطة لكنها ممكن تعمل بعد الشر مصايب من ضمن الحاجات اللي بتعمل تشوهات في الاذن دوة منتشر جدا وشهير جدا جدا بيعالج حب الشباب ففيه ناس ممكن خلال الحامل تقول ده دوة يعني بتاع حب الشباب مش هيعمل حاجة لا اهو دوة حب الشباب ده من اسباب تشوهات الاذن طيب ايه تاني من اسباب تشوهات الاذن حدوث مشاكل في الدورة الدموية عند الجنين يعني الدورة الدموية الدم اللي واصل للجنين والاجزاء جسمه المختلفة يحصل فيها خلل في منطقة او اكتر وده بيكون ادى الى نقص امداد الاذن بالدماء خلال فترة نمو الجنين عارفين ايه اشهر حاجة تؤدي الى نقص الامداد الدموي للجنين خلال فترة الحامل التدخين بارجع تاني واكلم السيدات اللي بيقولوا ايه ما عادي الدكتور قال لي يعني التدخين كله الكتروني وتقليدي وغير تقليد كله خلاص لان احنا ما بنبقاش عارفين هانهي منطقة اللي هتتأثر سلبيا تمام طيب اتكلمنا عن الاسباب انا بعتذر جدا عشان الدور الانفلوانزا اللي عندي ده طيب اشكال بقى تشوه الاوزن دي ما هي كتيرة ولم يذكر في السؤال شكل التشوه يعني هي صاحبة السؤال او صاحب السؤال لا صاحبة السؤال هي ام ما قالتش وصف فعشان كده احنا عايزين نقول لحضراتكم بعض هذه الاشكال لكن هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع حضراتكم خليكم معنا يحكى انه مازال متواصل خليكم اهلا وسهلا بحضراتكم الجزء التالت اللي احنا هنبدأه دلوقتي والجزء التالت ده هو الاخير في حلقة النهارده واللي خصصناها لأسئلة حضراتكم والحقيقة ان حلقات الأسئلة دي بتكون ممتعة على اكتر من مستوى اول حاجة لان احنا بنتواصل بشكل مباشر كده معاكم ونجاوبة لأسئلتكم وبنتمنكم او بنعرفكم حاجات كويسة تاني حاجة الحقيقة لانها يعني بتنور قدامنا موضوعات كتيرة جدا يمكن واحنا بنشتغل على المواد اللي هنقدمها لحضراتكم في الحلقات كلنا ممكن ننسى او ما ناخدش بالنا ان في موضوعات تانية جديرة بان احنا نتكلم عنها لكن اسئلتكم بقى هي اللي بتنور لنا الطريق ده زي السؤال كده الاولاني اللي جاوبناه باستفادة عن الشعر الابيض عند الاطفال والسؤال التاني اللي بدأناه في القسم التاني وهو عن التشوهات الازن عند الاطفال الحديثي الولادة او الشكل الغير طبيعي ملاش كلمة تشوهات عند الاطفال وقلنا قبل ما نطلع الفصل على طول كنا بنجاوب هذا السؤال الام اللي بعتها بتقول ابنها عنده شهرين وعشر ايام او ايام يعني والشكل الودان غير طبيعي لكنها لم تذكر وصف لهذا الشكل اتكلمنا عن اسباب التشوهات وقلنا ان التشوهات دي ممكن تبقى بسيطة او شديدة وجماليا كلها بتحتاج طبعا تدخل دلوقتي بقى جيت دور على قبل الفصل قلنا لكم هنقول اشكال هذه التشوهات تمام بعض الاشكال دي يعني فيه حاجة اسمها الاذن الوطواطية نسبة الى الوطواط بنسميها بات اير خلاص او بنسميها بلغة تانية في الطب برضو بات اير يعني الودان عاملة زي اذن الوطواط بلاش لان فيه ناس ممكن بتبقىش عارفة شكل الوطواط فنقول بروميننت اير يعني بتبقى لها شكل كده مفلطح بطريقة معينة تمام فيه برضو من ضمن الاشكال حاجة اسمها الاذن المدببة بنسميه احنا بوينتد اير او ستالز اير تمام بوينتد اير ده برضو الاذن المدببة فيه الاذن المغطاة بنسميه احنا ليدنج فيه الاذن اللي بتشبه المحارة عارفين المحارة بتاعت البحر بتلاقوا فيه ودان شكل كده تمام فيه الاذن الحفية خلاص يعني واخده شكل زي ما يكون حافة كده تمام يعني بتبقى عارفين لما نقول الطبق ده له شفة او له حافة تمام هو بتبقى واخده شكل كده فيه كمان حالات صغر سيوان الاذن سيوان الاذن اللي هو التكوين الخارجي بتاع الاذن ده حاجة احنا بنسميها مايكروشيا خلاص او ليتل اير مايكروشيا دي هي الاذن الصغرى او ان صغر سيوان الاذن يعني طبعا هي بتبقى اذن صغيرة لان السيوان ده هو اللي بيعبر عن شكل الاذن او حجم الاذن فيه حالات تانية من التشوهات بيكون عدم موجود الاذن يعني تهيقل ده ان الاذن مش موجود خلاص وهي بنسميها انوشيا خلاص او نو اير يعني الاذن نفسها مش موجود تبقى مدفونة يعني جوه الجسم او مش متكونة بس طبعا ده غير بقى السؤال لان هي قالت شكل موجودة بس شكلهم غير طبيعي بس هي كل الموضوع انها ما قالت لناش الشكل ده مش طبيعي ازاي ودي فرصة ان احنا عرفناكم اوه الاشكال المختلفة في حالات برضو بتكون اختفاء صيوان الاذن الصيوان الاذن ده مختفي او ما يعرف بالاذن المدفونة يعني احنا هنا لما نشوفها لما نيجي نقرب كده ما نشوفها لما نيجي نتحسسها تكون موجودة ودي اللي بيكون فيها صيوان الاذن مدفون تحت بشرة فروة الراس يعني زي ما يكون مدفون تحت الجلد بتاع الوش ده تمام اسمها طبيا كريبتوشيا خلاص الكريبتوشيا دي دي الحالة دي اللي هي الاذن المدفونة في حالات تانية بيكون فيها عدم موجود قناة الاذن الاذن بقى فيها قناة دي القناة بتاعة الاذن نفسها القناة السمعية اللي احنا بسميها فيه كمان حاجة اسمها الاذن البارزة ودي اي اذن تبرز اكتر من اتنين سنتي عن الراس يعني تبقى بعيدة عن الراس بمعدل اتنين سنتي فاكتر فيه الاذن المقيدة ودي اللي بيكون فيها صيوان الاذن مفلطح او ملفوف يعني تحسوا الملفوف على بعضه طبعا ده اللي انا قلته ده بخلاف تشوهات شحمة الاذن اللي هي اللي بيولو في دقير اللي هي الحتة دي اللي بتحط فيها الحلق عند البنات وللأسف عند بعض الرجال دلوقتي خلاص تشوهات شحمة الاذن دي ليه اشكال كتيرة زي انها تكون مزدوجة يعني اتنين او انها تكون مشققة هي طبيعية مشققة او ان يكون فيها حاجة زائدة دي برضو بتدخل ضمن نطاق تشوهات الاذن والحقيقة ان التعامل الطبي مع التشوهات دي او تشوهات الاذن بشكل عام يعني بيختلف بحسب حاجات محددة بيختلف بحسب الشكل اللي احنا لسه بنقوله بحسب الدرجة عامل ايه وبحسب التأثير الوظيفي يعني اللي بيحكم القرار الطبي بقى اتجاه التشوه ده الشكل والدرجة والتأثير الوظيفي يعني نشرحها اكتر اذا كانت المشكلة بسيطة وغير ملحوظة بسيطة ومش ملحوظة ففي الحالة دي لا علاج ما بتتعالكش تبقى احسن كده انها مشكلة بسيطة ومش ملحوظة تمام اما اذا كان هناك تشوه ملحوظ لكنه لا يسبب مشكلة بالسمع وده تقريبا اغلب الظن ان دي الحالة اللي اتسألت في السؤال بقى يعني فيه تشوه شكله واضح لكن الحمد لله مفيش مشكلة في السمع مفيش مشكلة وظيفية هنا لاجراء الطبي بيحصل ان بيبقى فيه تعديل طبي لكنه غير جراحي ما بتبقاش عملية زي حالات الازن الوتواطية مثلا واغلب الظن برضو ان هي بتسأل على الازن الوتواطية هي صحيح ما قالت لناش بس يعني مش عايزين نقول كتر خيرها المفروض انها تقول معلومات لكنها بسبب انها ما قالتش احنا تكلمنا عن حاجات كتيرة اقوى تمام؟ يعني غالبا دي حالة الطفل في السؤال بيكون العلاج او التدخل هنا بنقول طبي وغير جراحي التعديل الطبي بيكون عن طريق تثبيت جهاز على الازن لمدة 15 يوم وده بدون جراح خلاص واللي بيساعد على اجراء الطبي ده او بيساعد على نجاح الاجراء الطبي ده زي ما هي قالتنا في السؤال انها قرت الحاجات دي مرونة الغدروف بتاع الازن ان غدروف الازن عند الاطفال بيكون مرن فبيتحمل التعديل ده ان الجهاز اللي بيتحط ده زي ما قلنا لمدة 15 يوم طيب ايه الاحتمال التالت احنا قلنا اول احتمال ان يكون التشوه بسيط وغير ملحوظ ولا يؤثر وظيفان فقلنا بنسيبه الاحتمال التاني ان التشوه ملحوظ بس لا يؤثر وظيفان فقلنا بنعمل تعديل طبي وليس جراحي الاحتمال التالت ان يكون التشوه كبير كبير بقى بغض النظر بقى ما أثر وظيفانه لا بسواك كبير فده بيتم إصلاحه بعملية جراحية لكن إمتى مش قبل عمر أربع سنين يعني أربع سنين أو خمس سنين أو ست سنين يعني في الفترة من أربع سنين لست سنين وده ليه؟ ده له سبب لأن النمو التشريحي لغطروف الأذن الغضروف بتاع الأذن ده ما بيكتملش إلا عند عمر أربع سنين يعني ما بين عمر أربع سنين وست سنين يعني إيه ما بيكتملش؟ ندخل نعدل حاجة طبيا جراحيا يعني إيه لو هي استقرت على شكلها النهائي إنما طول ما هي لسه بتتكون إحنا قلنا بتفضل تتكون شكل الودن دي عند الطفل لغاية أربع سنين أو خمس سنين أو ست سنين تمام؟ فساعتها العملية بتتعمل أه بس منموم يعني بتتعمل عن سن أربع سنين أو حد أدنية أما الاحتمال الرابع وجود تشوخ كبير وتأثير كبير على السمع من الناحية السلبية يعني بيكون في ضعف السمع هنا بقى بيتم تركيب سماعات في أذن الطفل تمام؟ يعني الاحتمال اللي فده اللي فيه التشوخ كبير اللي قلنا هنعمله جراحة عند أربع سنين بس بشرط إن وظيفيا الأذن كويس يعني الطفل بيسمع إنما الاحتمال بقى الأخير إن يكون التشوخ كبير يعني مشان نقدر ندخل جراحيا قبل أربع سنين أو خمسة أو ستة لكن بنستخدم بقى سماعات طبية في أذن الطفل لغاية ما ييجي أو يحيين موعد الجراحة وده طبعا لتجنب تأثر وظيفة السمع ده من ناحية وللمساعدة على إن الطفل ده يطور الكلام من ناحية تانية لأنه زي ما قلتلكم مرارا وتكرارا أن الكلام مهارة سمعية إحنا عشان نتكلم نتعلم الكلام أطفالنا عشان يتكلموا لازم يسمعونا يسمعوا الأول وبعدين يتكلموا التخصص المسؤول عن علاج هذه الحالة الدقيقة كل الحالات السابقة دي التخصص المسؤول عن علاجها هو تخصص طب أمراض الأنف والأذن والحنجرة لأن فيه ناس ممكن تفتكر إن ده تشوهي بقى دكتور تخصص تجميل لا التخصص المعني بعلاج هذه الأمور كلها تخصص أمراض الأنف والأذن والحنجرة السؤال اللي بعد كده نغم بتقول السلام عليكم لو سمحت يا دكتور بنتي عندها خمس سنين وعندها وسواس نظافة آه جربت معها نظام المكافأة ما عملش حاجة معها والموضوع بيزيد ولو ما عملتش اللي هي عاوزاه بتفضل تعايد كتير قوي أتعامل معها إزاي بعد إذن حضرتك لأ ده موضوع مهم قوي بردو حيال أسئلة النهاردة يعني منطقة بعناية يعني الإصابة بمرض الوسواس القهري العصابي اللي هو OCD انتوا دايما تسمعوا كلمة OCD قولوا ده إيه انت عندك OCD ولا إيه أو ده عنده OCD OCD دي اختصار لكلمة الوسواس القهري العصابي أو Obsessive Compulsive Disorder عشان كده اسمها OCD الوسواس القهري العصابي بس بشكل مبدئي كده نادر جدا قبل عمر خمس سنين يعني في العمر ده اللي هو بتاعت السؤال نادر جدا يعني هنا ممكن يكون الطفل عندها مشكلة سلوكية مش عندها مرض نفسي لأنه OCD أو الوسواس القهري العصابي ده العصابي ده مرض نفسي فهي شيء نادر بس ما بقولش إنه بتحصلش بس بقول شيء نادر قوي إنه يبقى طفل عنده خمس سنين وعنده OCD نادر قوي عادة إذا ظهر في الأطفال إذا ظهر في الأطفال بيكون عنده عمر تسع أو عشر سنين في المتوسط أغلب المصابين بهذا المرض اللي هو الوسواس القهري بتبدأ عندهم الأعراض دي في بداية العشرينات والحد بداية التلاتينات بتبدأ الزهور لكن إحصائيا إحنا بنقوله في بداية العشرينات أو بداية التلاتينات بيبتدي زهور هذا المرض لكن بشكل إحصائي بقى لقوا إن فيه 25% من الحالات بيبدأ عندهم أعراض الوسواس القهري الأعراض المؤكدة عند عمر 14 سنة تمام؟ يبقى 75% من الحالات بتظهر عند عمر بداية العشرينات أو حتى بداية التلاتينات إنما 25% ممكن تظهر عند سنة 14 سنة نادر قوي لو ظهرت عند 9 سنين أو 10 سنين نادر جداً لو ظهرت عند 5 سنين تمام؟ المقدمة دي معلش كان لازم أقولها علشان لم يذكر في السؤال حاجة مهمة جداً هي قالت عندها وسواس النظافة لكن لم يذكر هل الحالة اللي حضرتك ذكرتيها يا أستاذة نغم الأم يعني بناء على تشخيص طبي يعني أنت روحتي كشفتي في تخصص طبي نفس الأطفال وقالوا لك أن بنتك عندها وسواس قهري عصابي ولا ده تشخيص انطباعي مصدر حضرتك كأم أو الناس اللي محيطين بالطفلة دي نقطة فارقة انطباع حضرتك مش تشخيص طبي انطباع حضرتك ممكن نروح به للدكتور يأكد هذا التشخيص أو ينفيه تمام كده عموماً السؤال برضو فرصة كويسة أننا نعرف حضرتكم بعض المعلومات عن حالة الوسواس القهري واللي بتكون مزعجة جداً للمصاب بيها ومزعجة الحقيقة برضو جداً جداً للمحيطين به من حيث التعريف الوسواس هو اعتقاد ملح غير مسيطر عليه ده الوسواس اعتقاد ملح غير مسيطر عليه أما الوسواس القهري هو الاتيان بتقوص أو حركات متتالية بكسرة تكرار هذه التقوص أو الحركات يحقق بعض الراحة لصاحبها لكنها راحة لفترة قصيرة جداً جداً من الوقت لأن الأمر بيتكرر بشكل كبير ومتتالي أمثلة شهيرة للي عندهم وسواس قهري زي اللي بيعودوا يخسي لقودهم كتير أو اللي بقوا عايزين طالعين نازلين يتأكدوا مثلاً أو كل شوية يرجعوا لبيه احنا قفلنا باب الشقة ولا لا أو قفلنا باب العربية ولا لا وهكذا أو النظافة بشكل عام تمام؟ النظافة المتكررة لشيء معايا يعني يمسكوا حاجة كده يعدوا ينظفوها كتير قوي قوي عشان كده أنا بقول لصاحبة السؤال مهمة قوي إن حضرتك السؤال اللي تسألي ده يكون مبني على تشخيص طبي لو مش مبني على تشخيص طبي ما تسبقيش الأحداث اذهبي إلى تخصص طب نفس الأطفال عشان كده عشان الأمثلة اللي قلتها للوقتي بيوصف الوسواس القاهري بتعريف آخر غير اللي ذكرته إلى حضرتكم من شوية وهو تعريف بقى الآخر أنه شكوك أو أفكار أو أصوات أو دفعات متكررة غير مرغوب فيها تحفز القيام بسلوكيات قهرية تؤثر في كل ما يتعلق بالشخص يعني لو كبير هتتأثر حياته وعمله وعلاقاته الاجتماعية ولو طفل فده أكيد هيأثر على أداءه المدرسي وعلاقاته بكل زملاءه إلا حواليه تمام؟ طيب فيه سؤال ده سؤال مهم سؤال اعتراضي لكنه مهم قوي هل الناس المنظمين عندهم وسواس قاهري؟ مش تلاقوا ناس كده يحبوا كل حاجة في مكانها الإجابة لأ الناس المنظمة ده مش وسواس قاهري الرغبة في التنسيق أو الترتيب أو الحفاظ على الشكل المتوازن للأشياء أن الحاجات تبقى مثلا على خط واحد أو كده أمر له علاقة بشخصية الإنسان وصفاته الجمالية وفيه ظني أنا الشخصي أن اللي أطلق الشائعة دي على الفئة دي من الناس اللي هم النظاميين هم الأشخاص اللي بيميلوا للهرجلة أو لعدم النظام أو العشوائي نرجع تاني للسواس القاهري لأنه وقت الحلقة بيخلص للسواس القاهري العصابي هو مرض نفسي يتم تشخيصه عن طريق تخصص طب بنفس الأطفال وبالمناسبة هو ممكن كمان يكون مرض وراثي يعني في عائلات بعينها ممكن يكونوا مشهورين بالمرض ده أو مرتبط بعوامل بيئية في محيط الطفل زي مثلا الخوف الشديد من تلوث الإيدين تمام؟ فبتكون المخاوف هنا والوساوس مرتبطة بالخوف من لمس القذورات الحالة المرضية دي في حال تشخيصها فهي لازم تخضع للعلاج النفسي لأن المرض ده اللي هو الوسواس القاهري العصابي مش بيخف الوحده وبيعتمد العلاج على أدوية محددة بتشتغل على بعض المواد والمستقبلات الكيميائية في المخ طبعا بجانب حاجة اسمها تعديل السلوك المعرفي وده أحد وسائل تعديل السلوك والحقيقة أن المرض الوسواس القاهري العصابي لو لوحده حالة مرضية جدة بتستوجب العلاج الجاد والصحيح لكنه مشكلته أنه في نفس الوقت بيكون له مضاعفات أو بمعنى أدق مرتبط ببعض الاضطرابات الخطيرة واللي لابد من الانتباه اللي هي وعلاجها برضو بكل جدية هقولها لحضراتكم بسرعة على أربع حالات منها حاجة اسمها يعني غير البعض الوسواس القاهري في حاجة اسمها الوسواس حاجة اسمها الاضطرابات ذاتية الجسم او الاضطرابات ذاتية سوري الاضطرابات ذات الصلة هقولها لكم لما هقولها Jesse هتلاقي نفسكم عارفين بعض عنوان أول اضطراب مرتبط بالوسواس القاهري حاجة اسمها اضطراب تشوه صورة الجسم body dysmorphic disorder وهنا بنلاقي المصاب بالاضطراب ده سواء كان طفل أو مراهق أو كبير منهمك أو يفي عب متخيل له علاقة بشكل يعني مثلا أنا منخيره كبيرة أو الأذنين ما يكونش ده حقيقي ما سواء متوهم ده تاني اضطراب هو اضطراب تكديس الأشياء بيسموه هوردينج ديس أورد يعني بنلاقي أن صاحب المرض ده ما يتخلصش من أي حاجة بسهولة ويبقى يعني متعصب جدا لو حاجة من حاجته ترامت أو حاجة زي كده حتى لو حاجة ما لقاش لازمة الاضطراب التالت أو الشكل التالت من أشكال الاضطراب اضطراب أرس الجلد يعني تلاقي اللي عندهم الحكاية دي تلاقيهم طول ما هم عاديين يقرصوا في جلدهم كده هم من غير ما ياخدوا بالهم أما الاضطراب الرابع وده أشهر الأنواع اضطراب نتف الشعر تلاقيوا ناس قاعدة كده وقياها سرحانة أو ناس هم بيذكروا أو ناس هم بيفكروا تلاقيهم يعودوا يقطعوا في شعرهم حاجة اسمها ترايكو تيلومانيا تلاقيهم يقطعوا في شعرهم لدرجة أن منطقة الشعر اللي تعطي التنتف دي بتبقى بيئة يعني بتبقى ما فيها الشعر تمام؟ مرة تانية وأخيرة الوسواس القهري مش بيخفل وحده والتخصص المسؤول عن علاجه هو طب النفس تمام؟ بشكركم جدا طب نفس الأطفال يا في حالة الأطفال والطبيب النفسي في حالة الكبار والطبيب النفسي يا جماعة طبيب النفسي اللي هو خريه كلية الطب تمام؟ مش المعالج النفسي ومش اللايف كوتش معلش ده موضوع بقي طول شرحه ونبقى نتكلم عنه في حلقات تانية إن شاء الله لأن الدنيا دخلت في بعضها كده بشكل مزعي جاوي بشكركم جدا جدا على حلقة النهاردة وإن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من يوحكا أنا تحياتي